السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل وسلم. ازايكم يا جماعة يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنصار مع بعض الدورة بتاعتنا. النهاردة يا جماعة اليوم التاني للدورة بتاعتنا. تمام? آآ فان شاء الله برضو كل يوم هنرقم الحلقات. وهنزل لكم الدورة يوم بيوم. بس معلاش يا جماعة اعذروني النهاردة. انا اتأخرت على ما صورت لكم الحلقة. يعني بصراحة كان فيه زرف وكده فانا ما قدرتش والله ان انا اقوم. انا يعني كان عنده ضيف وكده فكانوا طولوا يعني في القاعدة شوية فانا ما قدرتش ان انا يعني اسيبهم وقوم اصور الحلقة. قل بعد ما اقامهم. فلو نزلت لكم الحلقة متأخر شوية فما علاش يسامحوني وعذروني. انه بعد. بعد كده ان شاء الله هنصور الحلقات. هتنزل لكم بدري. على اساس جماعة الحبيب يمشي معي برضو ان شاء الله. هيمشي وهايستفد بازن الله من الحلقات بتاعتنا وهيطبقها برضو ان شاء الله. آآ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير يا جماعة للفيديو. ياريت اي حد شاهد الفيديو. يضغط لايك. مش هيخسر اي حاجة. بل بالعكس هو هيستفيد وغيره كمان هيستفيد لانه هيخلي ناس كتير تشاهد الفيديو. طيب مبدئيا كده احنا النهاردة هنعمل اف تاني يوم. المفروض كنت هنا نزل الوصفة. بس مش هنزل لكم نهاردة وصفات خالص يا جماعة. هنزل مكون كويس جدا احسن من الوصف. هنحط مكونين مكون على المية ومكون على العلف. المكون اللي انا هحطه على المية ده ده كويس جدا جدا ولازم اي حد ان هو يحطه تاني يوم. ده بالنسبة للناس يا جماعة اللي هتمشي آآ طبيعي بالاحشاب زي ما انا همشي بالزبط. طبعا انت عارفين ان احنا بقالنا كم دورة ما بنجيبش ده واستقبال خالص. بس اللي حابب يجيب ما فيش اي مشكلة يا جماعة. انا عن نفسي يعني انا عنت برب التربية بتاعتي ما بجيب لهاش ده واستقبال. ليه? لاني لقيت الموضوع ده افضل واحسن من الادوية. بجيب الادوية بصراحة كتبتتعب الفرخة عندي وكتبتتزود الاسالات وكتبتخلي الفرخ يعني كتبتتدعب الفرخ يعني معنى اصح. بس انا وانا يعني بقالي دورات كتير عنت بس يعني ايه بس بس تقبل الفرخ عندي آآ على حاجات طبيعية على اعشاب على اي حاجة. فالنهاردة بازن الله بدل ما اجيب ده واستقبال هستقبله على مكون كويس جدا حاجة كويسة ملهاش ده بقى لها بيعلاج بطري ولا اي حاجة من الكلام ده كلاته. وفي نفس الوقت كمان ده هتمنع اي مشاكل معوية عند الفرخ. ليه? المكون اللي احنا هنحطه ده يا جماعة ده هيعتبر كده حاجة زي يعني ايه آآ حاجة كويسة للاسال مطهر معوي حاجة كويسة قوي قوي. لان طبعا انت عارفين. فاول الاسبوع لازم لازم بيكتر الاسالات بيكتر المشاكل المعوية. فعلشان كده انا دايما هبقول لكم يعني بنصح بو. آآ دايما على طول كل يوم حطيلي الفراخ عندك. تمام? حتى لو انت هتخطوه تلات ايام الاولانيين آآ ماشي حطيه ما فيش من اي مشكلة خالص. بلعك سيخلي الفراخ ما شاء الله عندك زي الفل. وتخلي الدورة تكبر معاك بدل. وكمان آآ هنعمل برضو مكون على العلف المكون ده هيبقى حلو قوي. هيخلي الفراخ ما شاء الله تزيد معاك واحجام هتكبر معاك بسرعة. هتشوف الحاجات دي هات معايا في قلب الفيديو. آآ اول حاجة ان شاء الله جماعة هنعملها مع بعض ان احنا هنعمل الوصف بتاعتنا على المايا الاول بس حاب اقول لكم انا النهاردة يا جماعة جبت فراخ جديدة على الفراخ اللي هنت شايفينها معايا دي. امبارح جبت فراخ. وكان آآ السهر النهاردة ارخص من امبارح يعني. آآ النهاردة اللي اتنين طبعا علشان لو الفيديو نزل متاخر ولا حاجة او آآ ما قدرتش ان انا ننزله النهاردة. فانا بعرفكم ان انا جبت النهاردة الاتنين شاء وانبارح كان يوم الحد جبت برضو شاء. آآ يوم الحد كنت جاب الفرخ بسبعة جنالة ربع. النهاردة يا جماعة الاتنين جبت الفرخ بستة ونص. لان انا جبت كمال. اقلت لها يعني ايه? بصراحة يعني انا اطمعت. هقول لكم انا اطمعت آآ. آآ لما لقيت بسم الله ما شاء الله الفراخ. لما انا بعتها آآ كذبت معي كويس جدا. آآ بصراحة انا اطمعت وزودت كمان الدورة بتاعتنا انو بادي ازودتها شوي. آآ تعالوا بقى كده يلا. آآ نشوف المكان بتاعنا النهاردة يا جماعة. بتال فلاجيل. فلاجيل يعني مطهر معوي. علشان لو في اي مكروب معدة الفرخ من العلف او او غيره. ده بيطهر معدة الفرخ معي. احنا يعني كده ماشيين ما شاء الله كويس جدا. آآ ده يا جماعة فلاجيل بشري. بتاع الاطفال. يعني يعني ده ممكن تجبيه من صيادرية بشري. تمام? مش بتريب اي يعني ولا حاجة. لا. هناخد غطة منه. هنحط على رتل مية. وطبعا المية يا جماعة بتكون دافية. آآ طبعا انا قلت لكم الجو برد ما ينفعش ان انا جيب مية ملحة فيها وكون ساعة قوي. وقوم حطها الفرخ طبعا مهما كان بتبقى معدودة دافية. ما ينفعش ان انا جيب مية ساعة. والفرخ يشرب منها على معدى ايه? دافية. طبعا هحاول ان انا ادف في المية بتاعتهم زي دم علان خالص خالص حاجة بسطة ما تذكرشي. وهقوم وحط ان شاء الله غطى واحد بس يا جماعة ريتل مية. طبعا السقيات ديت لو انا ملتها لعينها بتاخد ريتل ونص مية. فبحاول ان انا نقصها بس شوية. علشان الغطى يجيب نتيجة معي. طيب هنستمر على الموضوع ده كم يوم بقى? هنستمر تلات ايام كده واربا عند. ما فيش منه اي ضرر. بل بالعكس كويس جدا يا جماعة. ده هيمنع الاسهالات حتى لا قدر الله. في اسهالات علشان برضو الناس اللي هتقول لي انا عند الفراخ فيها اسهالات. اه لو في اسهال عشان وبرضو علشان الناس اللي كنت بتقول له مش همال عند الفراخ عمرها تلات ايام وبتصل اه ابيض. برضو الفلاجيل ده يا جماعة ده كويس جدا يعتبر مطهر معوي وكويس جدا للفرق. ده اول وصبة انا حططها على المية هيت. اه هنحط برضو النهاردة مكون كويس جدا برضو على الاكل. ده اعتبر اه النسبة بورتين عانية. علشان ايه? علشان الفراخ يكبر معك بسرعة. احنا متعودين مع بعض كل الدورة بعمل الموضوع ده. علشان كده يعني ايه? الناس اللي ايه حابة تعملوا في الاسبوع الاولين مرتين تلاتة كده ما فيش مشكلة. هتخلي الفراخ معاك تسبق سنة. تمام? ركز معا يا جماعة في كل كلمة بقولها. اه افضل حاجة اننا اننا حططت المية وهم عطشانين. تمام? عشان اضمن الفرخ كله هيشرب. الفراخ كلتها هتشرب. وده احسن حاجة. اه الفلاجيل ممتاز جدا جدا يا جماعة. ده يعتبر اه مطهر معوي. زي المضاد الحيوي اللي انت هتجيبه من عند البطري استبدليه بالفلاجيل ده. تمام? طيب اه انا كنت طبعا بجيب في الدورة بتاعتي اه اه مضاد حيوي اللي هو ده واستبال و اه رفع مناعة يعني والفتامينات الحاجات اللي احنا كنا بنجيبها ديت. ده ان شاء الله احنا هنعملها برضو بالاعشاب على ادينة. حاجة ترفع المناعة بتاعتهم. وحاجة برضو ايه? يعني زي فيتامينات كده. تمام? تعالوا بقى كده يا جماعة يلا نشوف مها بعد اللي احنا هنحطه النهاردة. ده يعتبر البيض يا جماعة. آآ اكوة براتين هتحطيه للفرخة عندي. وده طبعا البضة ديت الفرخ يعني محتاجة في الاسبوع الاولاني. حابة تعملها براحتك مش حابة برضو ما فيش منها ايه مشكلة اللي يا جماعة يعني مش حابب انه ما يحط البيض برضو ما يحطوش عادي. بس انا بحطه ليه? لان دوت بيخلي الفرخ ما شاء الله تحس ان هي ايه? آآ سابق سنه. بتكبر معك بسرعة. تمام? لان البيض ده يعتبر زي ما قلت لكم في نسبة بوريتين عالية. بجيب بيضة كده بسلقها وقوم فرقها على العلف. آآ ما خليهاش بقى تبان من العلف. يعني كل اللي شايفينه خشين دوت. انا بحاول انا عامه خالص. هنزود برضو كمان شوية علف كده. علشان ما يبقاش البيضة تعجل العلف والفراخ ما ترداش تكل. انا عايزة مفلفل خالص. تمام? انا زودت العلف اهوات وهفضل افرج فيه لغاية البيضة اللي انت شايفين دوت يطوخ خالص وهو الصفار مع العلف. يبقى الفرخ بياكله كده اكله حاجة طبيعية كده في وسط العلف. تمام? هنعمل كده يا جماعة للفراخ. اه مرتين في الاسبوع. حلو قوي. حابة تعملهم تلات مرات مفيش مشكلة. حلو زي الفل. اليوم اللي هيبقى فيه وصفة ممكن تعملها لهم الصبح. وآآ بعد شوية تعمل الوصفة في علفة تانية برضو مفيش مشكلة. يبقى احنا كده عملنا ايه? عملنا. آآ حاجة كويسة جدا. ادنان لهم نسبة بوريتين عالية في قلب العلف. خلافا للعلف كمان يا جماعة. علف بادي. يعني العلف بادي تركيز ستا وعشرين في المية. ده علشان ايه? يعني كان في حد قال قبل كده ينفع اجيب واحد وعشرين في المية. لأ. آآ نصحة مني اما تجي تبدأ الدورة. ابدأ ايها بعالف بادي تركيز تلاتة وعشرين في المية. علشان الفرخة يمشي معاك كويس. وتضمن ان الدورة هتمشي معاك وتكسب معاك. زي ما انتم شوفتم كده معايا في الفيديو النهاردة. آآ ان شاء الله يا جماعة هنرب الدورة بتاعتنا زي ما ربينا الدورة اللي فاتت بالزبط. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. مترساش تحطوا لايكات كتير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.